في كلمة ألقيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال الرئيس الكوبير راول كاسترو إن إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة تتوقف على إنهاء واشنطن حضرها التجاري على كوبا وترجع إلى بلاده قاعدة جوانتانام العسكرية وتنهي البث المضاد للشيوعية الموجه إلى الجزيرة ويقول كاسترو بعد مضي 56 عاما من المقاومة النزيهة للشعب الكوبي وبطولته أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية واليوم نحن أمام عملية طويلة ومعقدة باتجاه تطبيع العلاقات التي لن تتحقق إلا بإنهاء الحضر الاقتصادي والتجاري والمالي وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعرب أمام الجمعية العامة عن ثقته بأن الكونغرس الأمريكي سيرفع الحضر على كوبا وقد التقى كاسترو نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتربط البلدين تحالفات منذ الحرب الباردة ترجمة نانسي قنقر